بس في حد مفروض ياخد جزء كبير من الكلام النهاردة واحد من أكثر اللاعبين اللي كانوا عندهم إيجادة النهاردة واشكبالة واشكبالة قلت حتى أنا النهاردة في المقدمة حل المعضلة في نادي الزمالك مين لعيب الكرييتور؟ مين اللعيب اللي هيبدأ يحرك اللعب؟ شكبالة عملها بشكل رائع جداً اتفق معاك جداً وده كلمة السر والشيء اللي مفتقده الزمالك من أول السيزون وفي حكاية أنا دايماً بحب أقرارها عن الزمالك الزمالك كان عنده لعيب كرييتور بيقوم بالدوردة وفرجانيساسي خروج فرجانيساسي في موسم كارترون في آخر سبع مباريات استوجب أن أوباما اللي بيلعب في مركز عشر يتم تغييره بشكبالة لأن الزمالك محتاج كرييتور وباترس كارترون كان فاطل للنقطة دي وتم اعتماد على شكبالة لحد ما تم إيقاف شكبالة في السيزون الجديد في اللي بدأ يقوم بالدوردة أشرب بن شرقي بخروج أشرب بن شرقي الزمالك افتقد للعيب يقدر يقوم بعمل صناعة اللعب الزمالك عدم الرؤوك أخرى لدفاتره القديمة اللي كانت من موسمين أنه هو يرجع لشكبالة اللعب اللي لما بيقف على الكرة بيقدر يكون كرييتور بيقدر يلعب الفريق ويقدر صناع الفريق خلاني نشوف الجدول ده عشان نشوف قيمة شكبالة مع نادي الزمالك شكبالة في الموسم الحالي هو رابع أكثر لاعب الزمالك عمل تمريرات مفتاحية قبل لقاء النهاردة أنا متأكد أن بعد لقاء النهاردة شكبالة هيكون التالت وإن لم يكن التالي كمان بالضبط ده دي النقطة اللي أنا هخطيب بيها الجدول ده لأن دي مهمة جدا في الموسم الماضي شكبالة هو تالت لاعب في الزمالك بعد أشرب بن شرقي وبعد زيزو في الموسم اللي قبله واللي هو احنا هم بتكلم عن الموسمين اللي زمالك توق بيهم ببطولة الدوري شكبالة تالت لاعب يعمل تمريرات مفتاحية نرجع بقى للكلمة اللي قالها خليفة وده النقطة الأهم شكبالة كانش بلعب أساسي أصلا شكبالة ما كانش بياخد دقائق كتير ورغم كده فرض نفسه كثالت لاعب في سكواد الزمالك عنده قدرة على صناعة التمريرات المفتاحية يعني التمريرات المفتاحية يعني الشيء اللي الزمالك كان محتاجه الشيء اللي عطلا بالزمالك أن يكون في لعيب عنده قدرة لما يقف على الكورة يخرج اللعيبة بشكل مميز جدا يصنع فرص ويساعد زماله بشكل أفضل الزمالك النهاردة كان بيمتلك اتنين لعيبة قادرين يقوموا بالدور ده سيف فاروق جعفر من نص الملعب وشكبالة في التلت الأخير من الملعب خلينا نستعرض بعض اللقطات لشكبالة في اللقطة بتاعت سيف فاروق جعفر اللي احنا شفناها من شوية اللي اصفرت عن الهدف التاني في لقطات كمان تانية لشكبالة عايزين نشوف إزاي الرجل ده جودة لمساته للكورة أو جودة لعبة للكورة مختلفة هنا بس حاجة كمان واحنا بنستعرض اللقطات نشوف شكبالة هنوقف هنا أنا جايب اللقطة من أولة خلص عشان نشوف شكبالة هو بينزل نص الملعب والحدث الأهم جاي يقدان هنا بنتكلم إن شكبالة موجود اللقطة اللي جاي هاي اللي هتكون أهم وعي شكبالة تيكتيكي وقدرته على التمركز ودي نقطة كان بيفتقطها الزمالك مع مصطفى شلبي هنوقف نشوف هنا هنا نوقف ثانية بقى هنا نوقف ثانية لقى إن القطة دي الأهم بالنسبالي بالمناسبة كرة قطعة لكن شكبالة كان واقف على الخط لما اكتشف أو شاف إن عبد الشافي طلع على الخط بكل بساطة دخل جوه لقلب الملعب ونزل يستلب بقى اللعيب اللي موجود عنده مصارين التمرير لعيب على طرف الملعب هو عبد الشافي ولعيب في قلب الملعب المساحة اللي عبد يسميها دايما الهافيس بيسيس أو الممر الداخلي شكبالة وهنا قدرة شكبالة لو نفتكر في لقطة شهيرة لمصطفى شلبي في بداية أحد الأشواط كان إمام عشور ومصطفى شلبي وكان دايما إمام عشور بيقول للمصطفى شلبي خد مساحة ورخات الدفاع هنا بيتكلم فكرة شكبالة إنه هو قادر يتمركز في مكان مختلف عن عبد الشافي نكمل اللقطات في طرف ماتش الآلي رحم وقفوا لتنم مع بعض دخلوا اتنم مع بعض نكمل باقي اللقطات أنا بأتكلم بس فكرة تمركز شكبالة في مكان مختلف عن عبد الشافي إنه بيش بس متمسك بالخط هنا لقطات تانية بنوضح برضو قدرة شكبالة وهو واقف على الكرة لمسة واحدة شكراً بيصنع فرصة كانت ممكن تكون فرصة خطيرة جداً هنشوف لقطات أكتر لشكبالة هنا بنتكلم إن شكبالة هو على الخط لعيب يمتلك حلول مختلفة حلول فردية شكبالة حفظ على كرته بالمهارة قدرات شكبالة اللي احنا متعودين عليها وبيعمل الباص عشان يحفظ على الكرة لفريقه في لقطة اللي بعدها كمان هتكون أكثر تميزاً من شكبالة على الواقف على الواقف بيوصل لعيب على الجون على الواقف شكبالة بيوصل لعيب على الجون دي حاجات صعب تاخدها من أي لعب غير شكبالة وده الجزء اللي كان مفتقد الزمالك